العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر تتميز بالقوة والاستدامة هكذا جاء رد قيادة الاتحاد الأوروبي على ما جاءت به مجلة بوليتيكو الأمريكية التي نشرت تصريحات لمسؤول أوروبي لم تذكره بالاسم قال فيها أن الاتحاد الأوروبي يريد إطلاق مشاريع استثمارية كبيرة في الجزائر لكنه متردد في ذلك بسبب الانسداد الذي يعرفه الوضع السياسي في البلاد مقال الذي جاء في الوسيلة الإعلامية السياسية الأمريكية بوليتيكو الذي نشر الخميس الماضي لا يحكي سبتات موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الجزائر بهذه العبارات جاءت توضيحات المصالح الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي على لسان إحدى الناطقات باسم المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي نبيل مصرالي ببريكسل المسؤولة الأوروبية أكدت أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر قوية ومستديمة لسيما في مجال الطاقة وتأتي خرجة الاتحاد الأوروبي ساعات فقط بعد تصريحات وزير الشؤون الخارجي رمطان العمامرة التي رفض فيها التعليق على المسألة مكتفيا بالقول أرفض التعليق على كل التصريحات التي تأتي من أشخاص يضمرون الحقد للجزائر مؤكدا أن تلك التصريحات تتعارض مع الواقع الجزائري ترجمة نانسي قنقر